موعد مباراة منتخب اليمن للشباب ضد المنتخب الياباني في الجولة الاخيرة والحاسمة من تصفيات كأس امم اسيا 2023 المجموعة السالسة التوقيت القنوات الناقلة وكل شيء يخص هذه المباراة لكن في بداية الفيديو اتمنى تعملوا لايك ما تنسوش تعملوا لايك يا جماعة واشتراك في القناة اذا حبيته عشان تشرفونا في الفيديوهات اللي جاية موعد مباراة اليمن واليابان في الجولة الاخيرة والحاسمة اليمن واليابان هيلعبوا مباراة هتعتبر اهم مباراة في هذه المجموعة وخاصة بالنسبة للمنتخب اليمني منتخب اليمن لعب 3 ماتشاط اتعادل مع فلسطين 2 مقابل 2 وفاز على لاوس المستضيف لهذه المجموعة وهذه التصفيات فاز على لاوس 2 مقابل 1 وفاز بفوس كبير النهاردة على منتخب غوام 10 مقابل 1 منتخب اليابان فاز في 3 ماتشاط وعنده 9 نقاط ترتيب المجموعة اليابان في الصدارة 9 نقاط اليمن في المركز الثاني 7 نقاط فلسطين في المركز الثالث 4 نقاط لاوس في المركز الرابع 3 نقاط وغوام في المركز الاخير 0 من النقاط موعد المباراة هيكون يوم الاحد القادم 18 تسعة 2022 18 سبتمبر 2022 الساعة 12 ظهرا بتوقيت اليمن والسعودية والعراق وايضا سوريا والاردن الساعة واحدة بتوقيت مصر والسودان وليبيا الساعة 11 صباحا بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب والساعة 2 بتوقيت الامارات وعمان اليمن واليابان فرصة اخيرة لفريق اليمن للشباب ان هو يصالح جماهيره وان شاء الله ان شاء الله الفرص تتزايد في الفترة الاخيرة او بعد المباراة الاخيرة ضد غوام فرصة اليمن كبيرة جدا في التأهل باذن الله يحاول يفوز على اليابان واذا ما فازش لازم يتعادل الطريقة تكون عاملة ازاي يحاول يدافع قدر الامكان دفاع قوي وصلب وحديدي امام الياباني او امام الهجوم الياباني اللي هو بيحرز اهداف كتير جدا وعنده غزارة هدفية وبالتالي خط الهجوم الياباني قوي جدا لازم المنتخب اليمني يأمن الدفاعات ويلعب على الهجمة المرتدة الخطيرة اللي يحاول يخطف فيها هدف المباراة وهدف الفوز وهدف التأهل باذن الله المنتخب الياباني ما هينفعش تفتح معاه الملعب ما هينفعش تسيب الخطوط الدفاعية مفتوحة ما هينفعش تجريه في الهجوم ما هينفعش انك تبادر في الهجوم ضد المنتخب الياباني لانك لو سبت مساحات فرغة في خط دفاع المنتخب اليمني اعتقد سيستقبل المنتخب اليمني اهداف كثيرة لازم نكون حذرين في هذه المباراة المهمة ندافع بشكل قوي نكون ان شاء الله الكابتن محمد ان فيه عامل خطة دفاعية قوية انه يدافع امام المنتخب الياباني بشكل كبير ويلعب على الهجمات المرتدة والالتزام الالتزام في وسط الملعب ولازم المهاجمين يستغلوا اي فرصة تجيلهم نصف الفرصة لازم يستغلها مهاجمين المنتخب اليمني بالتوفيق ان شاء الله للمنتخب اليمني والصعود لكأس امم اسيا القادمة 2023 اوزباكستان قولوا لنا رأيكم في هذه المباراة وتوقعاتكم لها وازاي هتكون ماشية وان شاء الله نتابع معكم كل الاخبار الجديدة في الفترة اللي جاية ما تنسوش دايما اللايك والاشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته